خرطوم جلسة المباحثات المشتركة بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظريه السوداني عبدالله حمدوك وفي أجندة اللقاء دراسة تطورات أزمة سرد النهضة والمسائل الخلافية وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد شدد على أن خيار الخرطوم بشأن سرد النهضة هو التفاوض تحت مظالة الاتحاد الإفريقي بما يسمح بتلبية مطالب السودان ومصر وإثيوبيا وفي وقت سابق أعلنت أديس أبابا استعدادها لاستئناف جولات التفاوض بشأن أزمة سرد النهضة معنا من الخرطوم مراسلنا شيبة الحمد عبدالرحمن شيبة الحمد هل نتوقع مثلا موقفا سودانيا مصريا واحدا إزاء مفاوضات سرد النهضة وقد كان البلدان اختلفا في الماضي بعض الشيء نعم هذا وارد بشكل كبير جدا خصوصا بعد أن قامت أثيوبيا في آخر تطورات طروحتها في سد النهضة بتضمين هذا الاتفاق مطالب أخرى مثل تقاسم مياه النيل وأن تكون هذه الاتفاقية لذلك بينما يرى السودان ومصر أن تكون هذه الاتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة فقط بعيدا عن أي أجندات أخرى وقد رفض السودان هذا الأمر وقد طلب أيضا مهلة لمدة أسبوع لمزيد من التشاور داخليا خصوصا وأن أثيوبيا ظلت تماطل في الفترة الماضية وتقوم بإدخال أجندة لا يرغب فيها مصر ولا يرغب فيها سودان ولا ترغب فيها مصر أيضا وهذه الزيارة ربما تصنع وتبلور التقارب بصورة أوضحة اليوم في الإعلان المشترك في ختم هذه الزيارة المتوقعة في الساعات القادمة وهذا سيعكس أيضا مدى الخطوات التي يمكن أن تتخذ في الفترة القادمة حيال هذا الملف هل سيكون داخل البيت الإفريقي؟ هل ستستطيع إفريقيا أن تحل هذه المشكلة؟ أم ستتجع الدولتان إلى مجلس الأمن في ظل عدم رغبة إثيوبيا بأن تكون هذه الاتفاقية للملء والتشغيل؟ فقط على الرغم من أنها قد أعلنت اليوم رغبتها في استئناف عملية التفاوض شايبة لحمد عبد الرحمن في الخرطوم شكرا جزيلا